اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية انا عامل الفيديو ده عشان اشكر مريضة كانت بتكشف عندي دلوقتي احنا دلوقتي وقت ما بنشر الفيديو خلصت الكشفات اللي كانت عندي النهاردة كان فيه كذا كشف فبشكر مريضة عندي مين هي مريضة هي مش هقول اسمها هي من لقصر واكيد لما تشوف الفيديو ده هتعرفني انا دعت لها قلت لها يا روح يا بنتي ربنا يريح قلبك ليه بقى قلت لها كده غالبا المرضى لما بيتقابلوا معايا في الكشف على الانترنت او غيره بيقعد يسأل اسئلة هو عارف اجاباتها يعني هو شاف المحاضرات وعارف اجاباتها يسألك بكام وهو عارف الاسعار يسألك في كل حاجة وهو عارف لما جيت بعد ما شرحت لها وشفت الرانين وشرحت لها الرانين وقلت لها عندك كذا واتفقنا وحتاخذي علاج لو مرتحتيش هنعملك حقن والتردد حراري فقلت لها عندك اي سؤال اول ما تقول للمريض عندك اي سؤال يبتدي وقعد يفكر في اي سؤال فرصة الدكتور قاعد قدامي اي سؤال بكامل حقن والتردد انت موجود عندك طيب ها افكر في سؤال تاني طب هو التردد بيوجع هو موجود عندك طيب هو فيه اعراض جانبية طيب طب هو العلاج بيوجع كل الاسئلة انا عامل محاضرات عليها فانا لما جيت اسألها فيه اي اسئلة تمام لان احيانا بيبقى فيه اسئلة عند المريض اسئلة تستاهل نجاوبها فقالتلي لأ كل الاسئلة حشوفها في المحاضرات بتاعت حضرتك انا متابعاك فما كان شي مني غير قلتلي روح يا بنتي ربنا يريح قلبي زي ما ريحتي قلبي انا عامل المحاضرات علشان الناس يعني تجاوب على اسئلتها في اي وقت هي استفادت فعلا كده قلتلي اي حاجة انا حشوفها في المحاضرات فانا بكرر لها تاني اختي اللي هي من اللقصر وبقول لها ربنا يريح قلبي زي ما ريحتي قلبي تمام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة